الراديو تسعين تسعين يقدم اسعاد يونس مبنى مجلس قيادة الثورة ده خير دليل على المثل الشعب اللي بيقول تبقى في بؤك وتقسم لغيرك المبنى ده أساسا اتعمل عشان يبقى مرسى لليخوت الملكية في النيل وكان المفروض ان الملك فاروق يفتتحه في يوليو 1952 بس حصلت الثورة والملك مشي من البلد أساسا قومت ضباط الأحرار قرروا ان المبنى ده يبقى مقر مجلس قيادة الثورة اللي تشكل بعد طرد الملك كل غرفة في المبنى ده شاهدة على جزء من تاريخ مصر الحديث ايه اللي حصل بالنجيب وحبد الناصر السادات كان بيعمل ايه تفاصيل يا مع حضنها المبنى ده ودار عليها بحطانه المبنى ده كان شاهد على كل القرارات المهمة في تاريخ مصر لحد سنة 56 شاف كل حاجة وعرف كل حاجة عزل محمد نجيب سيطرة عبد الناصر على الحكم خلافات مجلس قيادة الثورة المبنى ده كان محط أنظار ناس كتير قوي في مصر والعالم لأن القرارات المهمة كانت بتخرج منه يا رجل المبنى كان وصل لمرحلة أنه بقى نجم وبيطلع في الأفلام زي مشهد النهاية مثلا في فيلم الأيدي النعمة بس حال الدنيا مش بيدوم المبنى دخل في العتمة بعد حل مجلس قيادة الثورة وفضل ساكن وقانع وقابع يمكن بكرة مصر تحتاجه تاني يمكن يعمل أي دور فيه آخر حاجة عملها كان الدور شرف ودع بيه شخص وفترة الدور كان خروج جنازة عبد الناصر منه جنازة شعبية محيبة يمكن تاريخنا المعاصر ما شافش زيها لحد دلوقتي بعدها الكهار بتلمت من على المبنى ودخل في الحتمة تاني قاعد كتير الصراحة ما تعدش المبنى فضل ياكل في نفسه وفي تاريخه لحد ما افتكرناه كده في 2003 قال لا ده احنا عندنا حاجة حلوة هي ومبنية على الطراز الإسلامي وشاهد على طريق مصر المعاصر طب ما نعمله مدحف والله فكرة نميسة برضو عملنا لجنة واللجنة قاعدت تدرس واللجنة عملت لجنة فرعية منباثقة من اللجنة الأم عشان تقرر حنعمل ايه قوم اللجنة الفرعية المنباثقة من اللجنة الأم تنباثق منها لجنة تانية وهكذا افتكرنا ان التاريخ لازم يستريح بقى شوية بس عالمين ده احنا بلد دفاتر وورق ولجان المبنى قاعد يروح ويه جي ويروح ويه جي مشاوير ريحة جاية ايوة المبنى مرة وزارة القصار تقول لك ده تبعي ومرة وزارة الثقافة تقول لك ده بتاعي لا 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 ده بتاعي انا طيب نعمل متحف لثورة يوليو ومالوش بطال كل حاجة موجودة ده حتى مايكروفون الازاعة اللي قال فيه انور السادات بيان الثورة موجود مين بقى اللي هيعملو مين اللي هيمولو كل وزارة رامت المسئولية على الوزارة التانية بقينا في 2015 والمبنى بقى حلو يصعب على اللي ما عندوش تاريخ تاريخنا قدام عينينا بينهار بيتسرسب حتة حتة واحنا بنشكل في لجان وبعد الهانة بسنة نرجع نقول يا ريت اللي جاره مكان وانت معدي على المكان داخل الفندق او نازل تقعد في الكازينو اواقف تضرب دورة مشوي وحلبسة ابقارمي نظرة عليه صدقني رغم انو شوية حجارة وطوب